هنا على رؤوسنا والله يحييكم ومرحب ومسألة ومن بركات جيدكم أن هذا الوقف أتم في هذا اليوم لله الحمد فهذه من نعم الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة ويبارك في القائمين عليها ويبارك في كل من شارك في هذا الوقف من معدين ومخرجين ومصورين خلف الكواليس ما أحد يشوفه ومذيعين ومذيعين نجيك يا أبو سعود لا تخلينا نحظك طيب ترى حظنا بهذه النقطة اللي حصل لأن يا أبو سعود عمرو الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأل من استشهد قالوا فلان وفلان وعدوا من كبار الصحابة ومن كبار القوم مشاهير العرب المسلمين قالوا أناس يا أمير الممين لا تعرفهم قال ما ضرهم أن لا يعرفهم أمير الممين إن كان الله يعرفهم الله أكبر كم من واحد تصدق في هذا الوقت ما أحد يدري أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه فهو في ظل الرحمة أحسن كم من مخرج ومصور والله ما أحد يشوفهم مصورين بيض الله جيكم المخرج بيض الله جيكم فني الصوت المعاملين في هذه القناة كل واحد في هذه القناة سواء عامل سواء كبير سواء صغير سواء مصور سواء مخرج كل من ساهم كما جاء في الحديث يدخل في السهم الواحد الجنة ثلاثة السهم الذي يرمى في المعركة يدخل فيه الجنة ثلاثة باري السهم اللي يبريه زينه ومناوله وراميه طيب هذا بعيد عن الجبه بعيد عن قتاله بعيد عن مضنة الموت مع ذلك يدخل في الأجر والله ويدخل في الجنة في هذا السهم فكل من لأن حقيقة والله أني أقولها صادقا الأخوة في الكواليس المعد والمذيع والله أنا ما أعرف أسماءهم ومهندس الصوت والمخرج كلهم الله يعرف أسماءكم فأسأل الله يكتب أجركم وأنتم من الدعائم الرئيسية الأكيدة في هذا الوقت أسأل الله يكتب أجركم مدير القناة ناصر الغامدي والله تراني أقابله قليل جدا ولكن والله أني أحبه في الله والله أني أقولها صادقا الرجل دمث الأخلاق حبيب طيب متعاون مع المتسابقين متعاون مع المجلس كل المذعين كل المخرجين والشكر بعد شكر الله أولا وآخرا بعد شكر الله لكل من تبرع من أمهاتنا من أبائنا من أخواننا من أخواتنا من الناس ما نعرفهم حنا ولكن الله يعرفهم فأسأل الله يكتب أجر الجميع ويتشركنا كلنا في هذا الوقف ويجعل لنا أسهم فيه تنجينا في ذلك اليوم اليوم لا ينفع مالون ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أم يابو سعود مسألة الإنفاق والعطاء يذكر أن في مصر كان أحد الأولى يعني نادى الشعراء الشعراء لهم أيام وفي يوم من الأيام الشعراء توجهوا إلى قصر ذلك الوالي وكان رجل يمشي فقير معه جرته رث الثياب حالته بسيطة ومعه جرته رايح يريد أن يعبيها ماء أو يملأ تلك الجرة بالماء فعندما رأى الشعراء متوجيه للقصر علم أن هناك أعطيات فذهب معهم فدخل القصر مع أولئك القوم وأنشد كل شاعر قصيدته فقال الوالي لهذا الرجل الذي معه جرته لبسه يعني ليس ذلك اللبس الذي سيأتي إلى الوالي من أنت وما عندك وما لديك قال لما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي الله الله يقول ميد الوالي لما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطام أتيت بجرتي قال أملوا جرته فضة وذهب يا السلام فخرج فيه جالسين الحساد الشعراء هذا إنسان بسيط ولا قال شيء وامتلت جرته وحنا ما خلينا قصيد إلا قلنا قالوا يا أيها الوالي إن هذا إنسان لا يقدر ذلك المال الذي أعطيته قال هو ماله وأنا أعطيته فليفعل به ما يشاء مع ذلك الوالي قال لأحد جلاسة أو أحد العاملين اذهب وانظر ماذا يفعل بذلك المال هذا رجل كريم رجل معطاء ذكرنا بقصة الرجل الذي في الطيار والذي أعطل عندما خرج من القصر فقراء جاهزين عند القصر أنتم خابرين يجلس الفقير لعله يمره مسؤول ولا يمره أحد ولا يمره صاحب شأن ويعطيه فأخذ ويوزع الذهب والفضة على الفقراء حيو الله ذلعي ما بقى في جرته شيء هذا رجع للوالي قال لقد وزع المال لا يحسن التصرف بالمال أكده أنك أعطيته إنسان قال الوالي إلي به خلوه يجي هل لي ما يقدر قيمة المال أنا ما أعطيه مال به استغني قال لقد فعلت كذا وكذا وأنا أعطيتك المال فلم تحسن صنع ووزعته فقال بيتا آخر يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود نجود فقال الوالي أمل جرته عشر مرات ذهبا وفضة عشر مرات ذهبا وفضة فهذا من العطاء لأنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى أما قصة أبو علي جزاها الله خير في مسألة تلمس القيادات والمسؤولين لمن يعمل تحت أيديهم وهذه قصة وقعت لي وأنا والله أقولها من باب الفائدة وليست من باب الله المستعانى الله يتوب علينا وأنا دائما أكررها لبعض الزملاء في العمل من باب التوجيه بالذات الضباط الجدد المسؤولين الجدد الموظفين الجدد والكلام هذا للجميع سواء مدني عسكري مدير شركة أي أن كان كنت مستلم موقع وقائد موقع حراسات ودخلت للمبنى وأنت عارف أول ما يدخل المسؤول سواء العسكري بالذات يقوم العسكري ويعطي تحية وهذا بروتوكول عسكري متعارف عليه المسألة ميف في مسألة أنها صرف التحية أو لم يصرفها أو هذه الأمور لأن الحمد لله نتعامل معهم كأخوان وكأصدقاء وكزولة فلذلك دخلت وطالع العسكري نفسي تتعبانة منزل راسة حالة النفسية تنبئك عن أمر عنده حنا نتعلم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ترى الرسول عليه الصلاة والسلام يمر الصحابة ويعرف في وجوههم حاجاتهم ولو أردنا أن نذكر قصص كثيرة لذكرتها ولكن وحدة منها دخل المسجد فأبو أمامه جالس في المسجد فما عداها الرسول قال ما لي أراك في غير وقت صلاة يا أبا أمامه قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله فأوصاه بهذا الدعاء قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل فقال أبو أمامه فقلت وإذا أصبحت وإمسيت فكشف الله أمي وقضى ديني فنحن كقيادات وكمسؤولين وككبار وكل إنسان لازم يأخذ محمد صلى الله عليه وسلم قدوه له في حياته فعندما شفت هذا الزميل نفسي تتعبانة شفت واحد من جماعته ولازم بعدها تكون فطن لا ترسني واحد واحد من جماعته يمون عليه قلت بالله يشوفه فلان نفسي تتعبانة عنده شيء عنده أمر من الأمور وراح ورجع لي قال يوبركان أبوه بكرة عنده عملية أبوه معه سكر وعنده عملية وبيقطع الرجل فجالس في الواجب في الخفارة نسميها ونفسي تتعبانة قلت خله يروح ولا يرجع لين يخلص أبوه من عملية ويظهر ويمشيه طيب وبخير وعافي هذه والله تراها رسالة للزملاء وفيهم منهم وطيب منها سواء مدرى قيادات ولكن من باب نشر الخير لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به رجع لي هذا الزميل بعد فترة بعد أن انتهت الحمد لله واستصح والده وجاب لي قصيدة ذاك كبرى أبوه شاعر ومن قبيلتين عزيزة فس أنا ما ودي أذكر الكبيلة حسنت حسنت استاهل فوالله يا كتب في هالقصيدة صفحتين وابوه من الشمال الأولين اللي لا استاهد وهو والله أنه نعم ومن خيرة الزملاء فهذه من المواقف التي حقيقة لابد أن تشاع وتذع وأنا أعرف في قياداتنا وفي زملائنا وفي مدرائنا وفي مسؤولينا في كل مكان عندهم من الصفات الجميلة هالنبيلة هالشيء الكثير ولكن لابد حقيقة أن نذكر بعض في مثل هذه المواقف لا لا ونشر مثال لأمور هذا حث على مكارم الأخلاق أولاء القادة مثلك ومثالك الله يجعلنا خير يكتبسون هذا من ولاة الأمر اللي عندنا الله يحفظهم لهم نماذج لهم بصمات عظيمة جدا عندنا أمير منطقة عسير حفظه الله الأمير تركي بن طرال لهم مواقف يمكن الدكتور حسن قريب منه نوعا ما في بعض المواقف يعني تذهل تذهل حتى يأتي منه من خارج المنطقة خارج منطقته فيحل مشكلته الله معروف الله يحفظه يساهم معنا في البذل في السير سمول أمير قبل أن يتولى إمارة منطقة أبها الله يصبح بالخير كان الله يحفظه يبارك في عمره كان كثير ما يسعى في فك الرقاب نعم وكثير ما يسعى في فك الرقاب هو حقيقة هو لات أمرنا بشكل عام ومسؤولين أصلا الله يحفظهم ويبارك فيهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مبارك أنا في قصة لأمير سلطانة أعلمكمها بعد ما أخذ مشاركات طريتها علي وقصة ذكرها لي قبل أسبوع أحد أقرباء الضابط اللي حصلت من أهل القصة من مرافق إلى أمير سلطان كلهم أعلم مدارس عظيمة في البذل والعطاء ولا تأمرنا أملو